اشتركوا في القناة اعمال البنية التحتية المشروع الباصل سريع بحيث تنتهي كل اعمال البنية التحتية في 31-12-2020 هذا الموعد المحدد من قبلنا البنية التحتية في اخر 2020 نعم الان لما نقول اخر الواحد واخر العشرين الان هذه مشاريع ومشاريع كبرى ونوعية وكل هاليوم بقي علينا عطائين نحيلو من كل العطاءات بعد ذلك هذه اعمال البنية التحتية محطة تسولح رئيسية ووصلت شارع الجامعة الاردنية تم حالتها والان العمل جاري فيها تقاطع المدينة الرياضية جسر المحطة وصلت المدينة الرياضية للمحطة اللي هي من مدينة الرياضية لطارق ومن تقاطع طارق شارع المستشفى الامير حمزة شارع الاستقلال للمحطة هذه احيلة العطاءات وانتهت باقي علينا عطائين نحيلهم بصورة نهائية تقاطع طارق وشارع الشريف ناصر بعد حالة العطائين ننتهي من الموضوع حالة العطاءات بشكل واضح وبرنامجنا مبني على انه يكون في نهاية عام 2020 اعمال البنية التحتية بنفس الوقت بنحضر وثيقة عطاء التشغيل للباص السريع ونعتقد انه ايضا حسب البرنامج المعد انه تتم الاحالة مع نهاية الـ 2020 بنفس التوقيت حتى يتم تشغيل الباص السريع في الـ 2021 المسار الثاني اللي هو اسسنا شركة للنقل العام ممنوكة بالكامل لامانة عمال هدف هذه الشركة رفع كفاءة النقل العام في مدينة عمال حتى نحسن منظومة النقل العام في المدينة ونقدم خدمة سريعة للنقل العام في المدينة ميزة هذه الخدمة الموجودة اولا من مملكك بالكامل للامانة مش قطاع خاص ثانيا المشغل يكون ائتلاف مشغل محلي مع مشغل دولي حتى نرفع من مستوى خدمة النقل العام بالمدينة نستفيد من الخبرات الدولية بتشغيل النقل العام نقل العام تم تأسيسها تم تأسيسها وتم شراء الحافلات والحافلات الان موجودة في عمان وتم ترخيصها وتسجيلها والان بالمراحل النهية بالتفاوض مع المشغل بمعنى انا متى نشوفها في الشارع متى نشوفها في الشارع احنا اللي اخرنا هو التفاوض مع المشغل فهذا اللي معلق عليه الموعد ماذا مع المشغل؟ في اكتر من جزئية معلقة مع المشغل لذلك يعني باقصى حد ان شاء الله شهرين بتكون شغالة احنا كنا متأملين قبل ذلك لكن بصراحة المفاوضات كانت اصعب شوي فشهرين بنشوف الشركة الممولة من امانة عمان والمملوكة اللي امانة عمان مئة حافلة مئة حافلة وبشهر خمسة رح تصلنا 35 حافلة بتشغل بشهر ستة ان شاء الله بكونوا 135 حافلة هذورة شو بديهم يغطوه؟ هذي المرحلة الاول المرحلة الثانية رح نطرح عطاءات هذي الشركة رح تشغل 286 حافلة في نهاية عام 2020 ترجمة نانسي قنقر